تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست وكالعادة مع أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى العنوين بتهمة تصوير فيديوهات مسيئة والنشر من دون ترخيص وموافقة أمنية النظام يعتقل اليوتيوبر فايز كنفش وفي موضوعنا التالي أجبرونا على الرقوب وهددوا بالسلاح تلفزيون سوريا يلتقي أحد الناجين من مركب الموت وينقل عنه رواية مرعبة يسعد ليواتكم لحبايبي كيفكم شو أخباركم شهرات كونوا تمام شهرات كونوا بخير معكم يوسف قباني فايز كنفش فايز أخي يا جماعة عبو كريستيانا كريستيانا موهم ببريطانيا حبايبي اليوم أنا رجعت لكم بفيديو النار من وسط دمشق من وسط سوريا حبايبي فكرة الفيديو كتير كتير خطيرة ما بعرف شو لاحيصير العالم كلها جمعت ورا الكاميرا هلأ ما بعرف شو عبو بصير عبابي من نص الشام طبعا شافين شو حامل مصاري اليوم الفيديو أنا حابب ساوي في شي كتير خطير شي ما حدا مساوي عن جد حبابي يعني أنا هلأ بسوريا ما حدا عامل هاي الفكرة تمام أول شي أنا لح هروح حبيبي الله يسعدك على رأسي يا غالي يعني معا بالسيارات أقسم بالله العالم شوفوا ورا الكاميرا وارجيكم ورا الكاميرا شوفوا العالم اللي باجتماعة وعمتطلع بس انه شو عم تصير فكرة الفيديو حبابي أنا لح روح عند العالم اللي هون الفقيرة بسوريا بدمشق لح روح أي شخص قاعد هيك بالطريقة حابب ساعدوا الوجه الله تعالى حبابي تذكرون هذا الشاب يوسف قباني الذي حصد مشاهدات لهذا الفيديو على حساب حاجة الناس على ما قاله متابعون في وقتها في أحد شوارع دمشق حيث حمل حفنة من النقود السورية من العملة السورية قد لا يتجوز مجموعها المئة دولار أو ما تساوي مئة دولار وارتدى كمن شاهد زيا عربيا وشرع بتوزيع تلك النقود على الناس لكن لا ليس هو المقصود اليوم بل الشاب الذي يظهر بجانبه وهو بحسب المعلومات المتداولة أخوه من أمه ولذلك لا يحمل نفس الكينيا فايز كنفاش المعروف بصفحته المسمات مقالب كنفاش التي تصدرت صورته وهو مقيد اليدين ووجهه باتجاه الجدار في صورة نشرتها وزارة الداخلية تابعة للنظام على الفيسبوك تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن توقيفه جاء مع هذه الصورة منشور من قبل وزارة الداخلية يقول هذا المنشور الذي نشرته وزارة الداخلية على فيسبوك يقول فرع مكافحة جرائم المعلوماتية يقوم بتوقيف شخص ينشر مقاطع فيديو مسيئة للمواطنين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو أو مقاطع فيديو مسيئة على أحد مواقع التواصل من قبل شخص يدعى فاكاف يقوم من قلالها بتوجيه الإساءة بشكل غير مباشر لبعض المواطنين وللرأي العام وقيامه بالنشر دون ترخيص أو موافقة قام فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية في إدارة الأمن الجنائي بإلقاء القبض عليه بالتنسيق مع القضاء المختص وتم التحقيق معه حول المحتوى الذي قام بنشره واعترف بما نسب إليه وتعهد بعدم نشر مثل هذه الفيديوهات المسيئة وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص كان كنفش نشر قبل أيام مقاطع مصورة من دمشق وصفها المتابعون بأنها مهينة للشعب السوري حيث يطلب في أحد هذه الفيديوهات من بعض المرة تقبيل قدم فتاة مقابل الحصول على هاتف آيفون والذي حذفه الفيسبوك لاحقا بعد التبليغ عنه كما نشر مقطع فيديو يجعل فيه فتاة تتصل بوالدتها وتخبرها أنها ستهرب مع شاب لترى ردة فعلها أمم مصدقة عن جد أنها تحكي مع الشاب وتعرفت عن شاب هذه البنات الشامية مستحيل أن شام تحكي مع الشاب أنا أنا خليها تحكي أختي طيب بقيلة خليت حاجة ايه امي هي معمد قلو اي امي اي امي امي انا عم حاكيك الجد والله حتى اسمعي مرحبا خالي كيفك امي مرحبا خالي كيفك انا اسمي فايز كان فاش من الشام مقيم بالمانيا وتعرفت على بنتك وبدي طلعوا معاي على المانيا ومعاي تيكت معاي اقامة المانية وحجسل لتيكت بس بكرة الصبحيات مسافرين معلش والله العظيم بدك هلا بابعت لك التيكت وحبعت لك باسبوري كمان شو ايوان موافقة طيب ليش هي على المانيا وكله تمام يعني شو امي امي والله عم نحكي الجد انتي موك عم بدك عسفار شو عسفار انا هيب دالهيبا امي امان لك عم حقكي الجد امي خليها تكمل بالمانيا اي بكمل بالمانيا مع دلع اي يالله كلما تكملي بالمانيا فيديو اخر تضمن مقلبا دعا فيه أن يده مكسورة وطلب من المرة ربط حذائه أنا آسف عن جد خليلي آكي عن جد هذا كل لزوء مني تمام 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 بس دي لك شغلة أنا حقيقي كانت تجربة اجتماعية على اليوتيوب عنا من هنا مصبب تابع نعم تنسخ نعم 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 أصدقائي كيفكم؟ شو أخباركم معكم فايس كانت فاشفة ورجعتكم بفيديو جديد بس هذا الفيديو رح يكون شوي حزين لأنه أنا ايدي انكسرت بالغلط أنا عم بطلع على الدرج بدل ما اتحطتها بالعكس وانكسرت المهم قدت رح استفاد من هذا الكسر أنه أنا مريض وبحاجة أنه مين حدا يربط لصباتك هي تجربة اجتماعية بنص الشام هنا بتمنع عن جد أنه هيك ما حدا يخيب لي ظنني وأنا بظن أنه أهل الشام بيساعدوك بيطعموك بيشربوك بكل شي لأنه أنا منهم فيهم وما حدا بيردوك خائب إن شاء الله رح نشوف الفيديو أنا متحمس كتير من الفيديو بنص الشعلان لو سمحتي بس ما عليش تسارك تقول أنا بس عايش تقربة صباتي فكي بس تساعديني لو سمحتي خلاص ما في مشكلة سلمودي لو سمحتي فكي تساعديني بس إذا ربط طيلة صباتي إذا ما عاد لا يستموديك إذا ما عاد بس أنا عاجز أربط صباتي فيكم حدا يساعدني بس إذا ما عاد أنا أعصي إستموديك شكرا كتير إلى كنفش كان قد ادعى في تصريحات سابقة لموقع أثر بريس المقرب من النظام أن الهدف من الفيديوهات الأخيرة هو التأكيد على كرابة السوري ورفضه الذول مقابل المال وزعم في تصريحه للموقع أن مناطق سيطرة النظام في سوريا تعيش في ظل ديمقراطية وحرية في التعبير ويمكن لكل شخص التصوير من دون عوائق مضيفا أنا انزلت من أوروبا بعد أن عشت هناك سبع إلى ثمان سنوات لأنه بعرف أنه سوريا فيها قانون وما حدا بيتعدى على القانون بس اتعدى على القانون حق الدولة أنه تحاسبني كنفش كان مقيمة في ألمانيا لكنه اضطر إلى العودة إلى سوريا بعد أن فتحت ألمانيا تحقيقا معه وأوقفته بتهمة تمجيد العنف حيث صور كنفش فيديوهات قالت النيابة العامة الألمانية إنها تحريضية حيث ظهر في إحداها وهو يطارد شابا يرتدي زيا للشرطة الألمانية وبيده سلاح غير حقيقي ويظهر في ختام المقطع ليعلق على الشرطي وينتزع منه معداته يا جماعة أنا هلأ وصلت على الغابة هون موعد فايد رح صفر له كالهادث وشوفه إنه أحدث نعم بحاجثنا شوهي مشغل شغل كاميرا أعكيها بحجوب كاميرا تقيمة عن أي كلمة أنا أعدين أسلم عنين شوهنا أعرفين كل مستم 갖ت بدي كسر أمة الدنيا اليوم اسمع للك شوفي حلق رح رح روح على منطقة حدودة أعبتزل فيديوهات كله على اليوتيوب إنت حلق أنا جاي ديما حررت أبلي أشوفت شي أربع حكم ساتف سمهم على حدود متل ما قلت لك في حمل الحالة خلا أنت وبتصور كل شيء وبتخليك معي بالحطس تمام؟ تبكولها الأول شيء جايدا أكيدا 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 هلأ أنت بس خليك معي مضبوط تمام؟ رجع معك أنا اشتركوا في القناة يبدو أن السياء كبيرا شهدته مواقع التواصل الاجتماعي على المقاطع التي ينشرها في فايز محمد كتب يقول هنا يتم الفراج عنه بشرط واحد يتصور فيديو العالم الريحة والجاية عم تعيب عليه وينتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هيك المفروض لحتى يفرج عنه أما رواد فيقول بكرة جايين لعندك بالسفرطاس جايب لك معي مجدرة بالزيت الحرستاني البلدي مع فحلين بصل وشوية شعيبيات إدلبي أما مصطفى فيقول بيستاهل لأنه محتواه معيب وبدون احترام وبدون كرامة وذل العالم وبينشهر أحسابهم ومستفزها الشخص كتير أما رغمها فقالت ما أصروا ياريت يحسفوا صفحته وصفحة أخوه هنن وتجاربهم يلي كلها نحطاته ونعدام بأخلاق وما عم يعملوا شي غير يطرحوا أفكار بتثير الجدل وكل التعليقات ويحطع صفحاته مسبات وغضب من العالم أما زيدان فكتب يقول نفكر حاله بألمانيا وقد كان هونيك فضع بالشرطة الألمانية بحجة حرية التعبير هلا بالفرع بفهموه إياها تسعون غريقا ابتلعهم البحر وهم يفرون من سوريا لتعود أجسادهم إليها مرغمة تطلطمها الأمواج ما هذا الوطن الذي يلفظ أبناءه قهرا وفقرا وقتلا وخوفا وذلا يا لبؤس هذا العالم العاجز عن إنهاء المسات المهم ما زال بشار الأسد يضحك بضحكة البلهاء أمام العدسات الرحمة لضحايا والعزاء لذويهم كان هذا الكلام منشور على لسان الكاتبة السورية ريمة فليحان وذلك بعد أن انتشرت صور قارب الموت السوري الذي انطلق باتجاه أي أرض كانت هربا من مملكة الرعب المسمات زورا دولة لم تهدأ الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام بعد انتشار خبر غرق القارب الذي انطلق من ترابلوس في لبنان باتجاه البحر وحاملا على متنه نحو 150 مهاجرا جلهم من السوريين والفلسطينيين وغيرهم من جنسيات الشتات سرعان ما بدأت الصور بالانتشار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لجثف تطفو على سطح الماء قبالة السواحل السورية وتحديدا قبالة مدينة ترطوس فيما تداول البعض صورا قالوا إنها للقارب الذي انقلب في البحر راميا من كان بداخله إليها هذه بعض الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للجثف المنتشرة في البحر وللقارب الذي انقلب لو نشاهدها مرة أخرى في هذا الفيديو الذي سبق هذه المادة وطبعا يعني الصور ملأت كل الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي كان هناك صور وكان هناك فيديوهات كثيرة لم يتم التأكد من دقتها ولكنها كانت بهذه الكثفة وبهذا الألم هذه بعض المشاهد هذا هو الشاطئ ونلاحظ هناك آثار لبعض الجثف الطافية على سطح البحر أما هذا فهذا هو القارب الذي قيل بأنه انقلب بالمهاجر كان من المفترض من هذه الرحلة حسب اتجاهها أن تسير باتجاه جزيرة قبرص التي تبعد فقط 150 كيلو متر عن السواحل السورية من هنا من جهة الغرب ولكن الذي حدث هو أن هذا القارب الذي انطلق من هذه المنطقة في طرابلس انعطف باتجاه الشمال لأسباب مجهولة ليصل إلى مدينة طرطوس السورية وتحديدا عند شواطئ جزيرة أرواد جزيرة أرواد هي جزيرة سورية صغيرة جدا تتبع لمحافظة طرطوس وتبعد عن شاطئها فقط هذه هي الجزيرة تبعد فقط عن الشاطئ السوري في مدينة طرطوس نحو 2 كيلو متر يعني هي قريبة جدا وتقريبا هي ملاسقة للشاطئ سهم ابناء هذه الجزيرة بانتشال الجثف من الماء ومساعدة الناجين وأظهرت صور كثير على الحالة المأساوية التي وصل إليها هؤلاء بلغ عدد الضحايا الذين انتشلت جثامينهم من البحر قبل تساحل طرطوس نحو 98 شخصا بحسب آخر إحصاء رسمي في حين استقر عدد الناجين عند عشرين ولا أمل بإنقاذ أي شخص جديد بعد أن مضى على غرق المركب نحو 5 أيام وزارة النقل في حكومة النظام كانت قالت إن القارب انطلق من المينيا شمال لبنان منذ عدة أيام بقصد الهجرة إلى أوروبا وعلى متنه ما بين 120 و150 شخص من عدة جنسيات وغرق قرب سواحل جزيرة أرواد بمحافظة طرطوس كاميرا تلفزيون سوريا التقت بأحد الناجين الفلسطينيين من مركب الموت اللبناني إبراهيم منصور وذلك في مستشفى صفت في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين حيث تحدث عن إجبار قبطان المركب على الإبحار وتهديده بقتل أولاده من قبل المهربين في حال العودة اتصل فينا وأبو علي نديمي وأخذنا بالسيارات على أرض مهجورة ببنين أخذنا شي 200 واحد في واحد معنا اسمه أسامة نافذ هو مات عارض قال له إحنا ما اتفقناه اتفقناه أنه ميت شخص أجع عامل حاله أنه شو هو عم بيروح أشخاص صار يعبين بالمقاب ويروحين عساس وشو ما أخذين؟ أخذين على البحر أخذين على البحر وين مفوتين في نقطة في بهذا هي سفينة للصيد حطهم فيها مركبين بمركب صغير من الشاط وبعدين أجى عنا عم جمعتنا أخذنا بعد ما أخذ أول مية عساس مروحين تلعوان مخدين عالبحر مركبين بالسفينة المركب بعدين رحنا هو أجى عملنا بالمقاب مئة واحد فودنا أول نقلي فأسامة نافذ عرضي ودي كمان عالم كان فيه كمان ستين شخص رجعين وركبنا غير وصلنا عند المركب اللي بنا نركب فيه أجى أسامة هذا اللي بدي سوق فينا عرض يطلع قال له ما بطلع أنا عن طريق أسامة كنت رأي فهددوا فيه معه مجموعة سحبوا مسدس على أولاده قالوا من قطل لأخو أولادك أجى أضطر يطلع واجينا مشينا شوي أجى رجع لحقنا من لنجان الصغير وأبو علي من هون ومن هون صاروا يقولون لنا الزورق وراكو أسرع أسرعو وضلنا رايحين ورجعوا هددوا قالوا لوا إذا بترجع بدنا نأوسق أنت ولي معك يعني عملوا فينا فخ أنا دفعت خمس ونص في شي دافع السبعة شي دافع ستي ولما وقف خرب المطير نحنا مشينا ثلاث ساعات خرب المطير دقينا لابو علي ثلاث ساعات وخرب المطير ثمان ونص إلى خمسة البت هنا شو سبب البتها هي موجعة الرياح كان قوي وموجعة وهي هي ما صالحة للسفر هي للسمق هيك عشط هيك كانت كم فيها شخص تقريبا مية وخمسين شخص التفاعلات كبيرة مع غرق مركب الموت وأخذت أشكال عديدة منها ما شهده ريف إدلب حيث رسم عزيز أسمر وأنا سحمدون هذه اللوحة الجدارية على جدار أحد المنازل بريف إدلب وهي تعبر عن واقع الحال الذي وصل إليه هؤلاء المهاجرون قبلة السواحل السورية أثناء فرارهم إلى مكان ما التعليقات أيضا كانت كثيرة وكثيفة أم باسل تقول المهم أنه أبو علي يقبط الدولارات بغض النظر عن أرواح الناس يا لطيف اتلطف فينا ما عد في رحمة ولا خوف من الله الله يرحم أرواح شهداء البحر أما زكريا فكتب يقول أنه اللي بيهرب بالبحر بينكمش واللي بيشتغل بتهريب البشر على الأرض بيضل وما حدا بيتحاسب ولا حدا بيسأل حدا بأمره أما ناهد فقالت مثلنا والله العظيم طلعونا دفعات بالبلم لجوات البحر على قارب صيد وصاروا يضربونا ويعيطوا علينا نععدوا ما يطلع صوت وتاني يوم الظهر وقف القارب والميتور عطل ولقونا بواخر إيطاليا الله يزيون الخير وساعدونا والله ما بينتساها داك اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل أما زينب فتقول ما بيحلها إلا الطبل والزمر برافو استمروا لو سمعتوا خبر غرق مئة شخص بالبحر بدولة الموزنبيق الشقيق لأعلنتهم الحداد تعاطفا معهم بالتأكيد بس ما سمعتوا أما مها فتقول والله والله إذا بتنقبر نص الناس والنص مفقود بالبحر ما عندكم استعداد اتأجلوا حفلة التعليقات الأخيرة جاءت إلى جهة الوسط السوري الذي يشهد استياء عاما من الجهات الرسمية التي رأوا أنه يجب عليها أن تعلم الحداد على الأقل في البلاد فوفاة هذا العدد الكبير من السوريين في وقت واحد وتحت آعين السلطات هناك هو أمر يستدعي إيقاف كافة الفعاليات ومنها الحفلات المستمرة في كل من قلعة حلب ودار الأوبرا وغيرها بالمقابل لا تتعاطى السلطات مع الأمر على أنه حدث جلل إذ أنها ماضية بحفلاتها لتقول للعالم إن سوريا بخير والعصافير تزقزق وهؤلاء الفارين مجانين وحلوة يا بلدي ترجمة نانسي قنقر ختام ريبوس لليوم مشاهدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر